بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبدأ مع بعض دلوقتي الجزء الثامن من الفصل الأول لمكرر نظم التشغيل إن شاء الله النهاردة مع بعض هنبدأ برضو نكمل النبذة التاريخية اللي احنا بدأناها سواء بس خلي بالك احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة متقدمة شوية يعني بدأ نظم التشغيل يتقدم خلصنا المالتو بروجرامنج البرمجة المتعددة وكمان خلصنا التايم شيرينج اللي هو المشاركة في الوقت ونبتدي نشوف بقى اللي حصل بعد كده سنة 1970 بس في أواخر سنة 1970 زي ما حالك شايف كده قدامك ظهر ما يسمى بالدسكتوب أو أنظمة الدسكتوب أو أنظمة المكتبية ومقصول بكلمة دسكتوب بدأ بقى إن الكمبيوتر بدأ يظهر على دسكات يا جماعة وكأنه محطوط على دسك فعشان كده نسموه دسكتوب وبدأ نفهم بقى إن هو البرسونال كمبيوتر اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي هو البيسيز فإذن أصبح يوجد دلوقتي ما يسمى بالبرسونال كمبيوتر أو الحاسب الشخصي وأصبح بقى زي ما أنتشايف كده نظام التشغيل اللي هو بتحكم فيه بقى له وجهة جميلة وزي ما أنتشايف كده بقى إنترفيس بقى دلوقتي نظام التشغيل تغير شكله تغير بقى شكله فيه graphical user interface أو GUI بنسمي GUI زي ما أنتشايف graphical user interface وأول ما ظهر ظهر في الماكنتوش أو أنظمة الماكنتوش وده أنظمة عالمية ظهرت في التمنيات يا جماعة وكان أحد الأنواع ماك أو بريتنج سيستم 1984 وظهر الويندوز في سنة 85 والموتيف ظهر سنة 89 طيب زي ما أنتشايف تطور كبير أصبح اليوزر بقى دلوقتي سهل أنه يستخدم نظام التشغيل بقى دلوقتي كل شغله بقى بالجرافيك قبل كده كنا بنكتب أكواد لكن دلوقتي خلاص بدأت الجرافيك تظهر بس لازم أقول حاجة هنا يا شباب إيه هي إن مش على طول كده ظهر الجرافيك مرة واحدة لأ ده أول ما ظهر في أواخر السبعينات بدأ بcommand line أوامر command line interface سنة 1977 لكن بعد كده في التمانينات يا شباب في سنة 80 وفي ما فوق ظهرت بقى lgui أو graphical user interface طيب بدأ بقى إيه نظام التشغيل يكبر ويتطور إيش كده ولا إيه تعال نشوف بقى بعض اللي حصل بعد كده اللي حصل بعد كده ظهرت أنظمة تشغيل بالدعم الملتي بروسوسور سيستمز يا خبر ظهر حاجة دي ده خالص آه ملتي بروسوسور سيستم ملتي بروسوسور سيستمز معناها أنظمة أنظمة متعددة المعالجات يعني في النظام اللي ايه النظام يبقى فيه أكتر من معالج تخيل بقى كده الصرعة زادت ولا ما زادتش زادت طبعا وظهرت الكلام ده في أنظمة لها الأنظمة البارلس سيستم الأنظمة المتوازية وفيها يا جماعة كان أكتر من بروسوسور يقدروا يتصلوا ببعض ويتبادلوا المعلومات مع بعض وكمان يتشاركوا يا شباب في البص في المسارات وفي الكلوك جميل لكن في نوعين من الملتي بروسوسور سيستمز ظهرهم ايه هم السيمتريك ملتي بروسسينج اسي ام بي والأسيمتريك ملتي بروسسينج طبعا تعرفين عن كلمة سيمتريك معناها المتشابه أو أنظمة متعددة المعالجات المتشابهة طب هم سموها متشابهة ليه بقولك احنا سمناها متشابهة لأن كل سي بي يو بتنفذ نسخة واحدة بس من نظام التشغيل احنا عارفين أن ملتي بروسوسور معناها أنظمة متعددة المعالجات أو عدد من السي بي يوز كتيرة موجودة مش كتيرة قوي بس على حسب العدد اللي موجود في كل نظام مش كده إذن كل سي بي يو ساعتها هتنفذ نسخة واحدة بس من نظام التشغيل وإيه كمان وكان كومينيكيت مست مودرن أوبريتن سي 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 بروفايل سابورت يعني كان ساعتها معظم النظام التشغيل الحديثة اللي كده ظهرت كان بتدعم نظام السيمتريك مارتو بروسوسينج اس ام بي الكمبيوترات تطورت يا شباب الكمبيوترات تطورت وكمان أنظمة التشغيل هتبدأ تتطور معه مش كده يبقى احنا أول واحدة ياخدناها في المالتو بروسوس سيستم أول واحدة اللي هي السيمتريك مالتو بروسوسينج أو أنظمة متعددة للمعالجات المتشابهة طيب الأسي متريك اللي هي أنظمة متعددة للمعالجات لكن مش متشابهة يعني إيه مش متشابهة مش متشابهة في التحكم والتنفيذ بمعنى إيه بمعنى أنه بيبقى فيه مصدر سي بيو سي بيو هي القائد بتعمل إيه بتدي المهام بتاعتها لسي بيوز تانية يعني معناها ان هي في واحدة CPU كبيرة متحكمة هي اللي تتحكم في CPU أخرى وتديها الأوامر وكذا ظهرت الفكرة دية فكرة Asymmetric Multi Processing Systems في الأنظمة الكبيرة الضخمة مور كومان ان لارج سيستمز في الأنظمة الكبيرة والأنظمة الضخمة اللي لها هاردوير متخصص وزيز بالشلايز دي هاردوير ندمج اللي احنا قلناه اللي احنا قلناه كبرنا النظمة التجارة الكبر ها مش كده والمارتو بروسوسر سيستمز ظهرت و ايه كمان و ظهر منها نوعين السيمتريك مارتو بروسسنج اختصراء اسم بي واسيمتريك ايه مارتو بروسسنج وقلنا تفاصيلهم واحدة واحدة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته